انا ادعو الى اغلاق المساجد واغلاق الكنائس وعدم وجود او عدم ايجاد المصريين او تحت الفرص انهم يتواجدوا في اماكن بشكل كبير احنا منعنا المدارس ومنعنا النشاط الرياضي المفروض كمان نمنع التواجد في الجوامع او في الكنائس مش زي الاسقف مثلا عندنا اسقف اسيوت اللي بينصح بالحضور من اجل الصلاة ضد كورونا ممكن اي اخ مسيحي يصلي في بيتهم كل المسلمين يصلوا في بيتهم يصلوا كعائلات اللي عايز يعمل جمعة يصلوا كعائلة واقف البيت انما انا مش هخاطر افتح جامع ولا كنيس احط فيهم الف ولا الفين ولا خمسمية يصابوا بفيروس وبعدين ارجع اتكلم واقول يا ريت اللي جرى مكان الوقاية خيره من العلاج اتكلم بقى دي جد خالص 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 صدقوني لو في عدد قليل قليل في اسيوت هيصلوا من كل قلبهم كورونا مش هتقرب مننا قولوا وراءة تاني اذا صلينا من كل قلبنا كورونا مش هتقرب مننا لأ انا بتكلم بقى دي جد انا اسف اللي بيتقال ده يعني انا اسف جدا يعني ممكن حاجة تصلي اللي ربنا ضد الكورونا علشان ما يجي لكش كورونا وانت في البيت منقعدش ورونا عفوا المشهد منقعدش مئات والاف الناس كده افرد حد فيهم عنده كورونا فبص المنظر وبعدين نرجع نقول يا ريت اللي جرى مكان لا يا جامع لا كنيسة ولا جامع عشان بس الامر يكون واضح اه للبيان طيب اه تعالوا نبص عالميا كده على اكتر خمس دول مصابة بكورونا في العالم ونشوف اه التطورات في العالم بتروح فين الصين الاصابات فيها وصلت تمانين الف تسعمية تمانية وعشرين الوفيات تلات تلاف متين خمسة واربعين تعافى من المرض سبعين الف ربعمية وعشرين انسان اما ايطاليا الاصابات وصلت خمسة وتلاتين الف سبعمية وتلاتاشر 29 الف اه الفين عفوا الفين تسعمية تمانية وسبعين وفيات اربع تلاف خمسة وعشرين تعافوا من المرض ايران إصابات وصلت 18407 وفيات 1284 وتعافى 5710 من فيروس الكورونا ده بالنسبة لإيران وفي الشرق الوصول أما أسبانيا ففيها إصابات بتوصل إلى 17147 وفيات 767 تعافى من المرض 1170 في أسبانيا في قلب أوروبا أما ألمانيا وهي أيضا في قلب أوروبا الإصابات فيها 13083 توفى فيها 31 تعافى منها 113 وفيات 31 وفيات بالنسبة للحجم الإصابات لأن الرعاية الصحية أكبر وأعلى في ألمانيا ده بالنسبة للفيروس في العالم أكبر خمس دول في العالم فيهم الفيروس زي ما شفنا صين، إيران، إيطاليا، أسبانيا، ألمانيا ودي أرقام مخيفة ويا رب ما توصلش عندنا أبدا أما الخريطة العالمية على موقع متابعة تطورات الفيروس في العالم فمش هتختلف عن اللي احنا قلناه زي ما حضراتكم شايفين الصين، إيطاليا، إيران، أسبانيا، ألمانيا دي الدول الخمسة الأولى بعدها بتيجي أمريكا وفرنسا وكوريا الشمالية وسويسر عدد المصابين الآن حول العالم متين تسعة وعشرين ألف سبعمية تلاتة وخمسين عدد حالات اللي توفت حول العالم تسعة تلاف تلتمية وخمسين أما اللي تعافوا من المرض فهم ستة وتمانين ألف تلتمية اتنين وستين واحد نتكلم دلوقتي في حالات في نفة دي اللي احنا نتكلم فيها دي فيه تلات حالات وفاة في ألمانيا في حالة أصيبت بالفيروس في النرويج من تلات دقايق فيه خامس حالات تم الإعلان عنهم في جزائر من خمس دقايق تم الإعلان عن حالة وفاة جديدة في تركيا وحالة إصابة جديدة أيضا في تركيا أما من ست دقايق في النرويج تم الكشف عن حالتين من سبع دقايق في السعودية تم الكشف عن أن فيه اتنين مصابين بالمرض أو بالفيروس تعافوا الآن وإحنا بنتكلم مع حضراتكم خريطة العالم لو حاولنا نبص على الدول العربية والدول الشرق الأوسط والمحيط حلاقي أول دولة في الوطن العربي في نسبة الإصابة هي قطر قطر فيها 452 حالة بلا وفيات وأربعة تعافوا من المرض ده بالنسبة لدولة قطر بيجي بعدها بعد دولة قطر في الإصابة البحرين الجار القريب من قطر ب269 حالة إصابة وحالة وفاة ومئة حالة استرجعوا عفيتهم وتداووا من المرض بيجي بعدهم المملكة العربية السعودية حتى الآن فيها 238 حالة بلا وفيات وتمانية تعافوا من المرض بعدهم بتيجي مصر جمهورية مصر العربية فيها 210 حالة معلنة وستة وفيات و32 المفروض أنهم تعافوا من المرض بعدين في المحيط العربي في الدولة التركية وهي دولة من الشرق الأوسط مؤسرة لحدودها مع العراق وإيران وسوريا طبعا فيها 192 حالة وتلت وفيات وبعدها على طول العراق فيها 177 حالة و12 وفاة و49 تعافوا من المرض بيجي بعدهم دولة جمهورية لبنان ب149 حالة أربعة وفيات وأربعة تعافوا ودولة الكويت 148 حالة وتمنتاشر تعافوا بلا وفيات أما دولة الإمارات العربية المتحدة فيها 140 حالة وبلا وفيات و31 منهم تماثلوا للشفاء وسلطنة عمان 39 حالة منهم 13 تشافوا 39 أيضا في تونس ومنهم حالة تعافي وفلسطين فيها 47 حالة وده المشهد أما الأردن فيها 56 حالة حالة واحدة تماثلت للشفاء 61 في المغرب 2 توفوا واحد تماثل إلى الشفاء الجزائر 87 9 توفوا و32 تماثلوا للشفاء دي الحالة زي ما حضراتكم شايفينها سريعا